بسم الله الرحمن الرحيم ندخل في البروسس الاولى اللي هي الهدف منها ان انا اطلع حاجة اسمها زي ما كنا بنعمل في كل اللي فاتت ان احنا كنا بنعمل فبرضو هنا في الارسال عايزين نعمل بلان للكمنيكيشن بتقول ايه بتقول انا هتواصل مع مين ومين هيبعت ايه لايه وطريقة الارسال دي تبقى ازاي وهل في اوقات دورية مثلا للكلام ده زي ما نشوف دلوقتي بالنسبة الانبوتز تقريبا كلها عارفينها مع عادة مثلا اللي هو السجل اللي بيقول مين هم اصحاب المصلحة وهيجي معنا في الشابتر بتاع الستيك هولدرز بس تبقى نفاهمين ان هو عبارة عن الناس اللي انا هتعامل معهم في المشروع لان انا محتاج اعرف مين هم عشان ابدأ انظم الكمنيكيشن ما بينهم ابدأ اعرف انا هرئيس المين هبعت ريبورت لمين لما هعمل ميتنج مين اللي هيحضر الميتنج وهكذا نبدأ مع بعض في التولز والتكنيك بتاع البروسيس دي التول والتكنيك الاول هو كومينيكيشن ريكوارمينز اناليسيز تحليل المطالبات تاعت الكومينيكيشن انا هعمل تواصل تواصل ما بين كل الستيك هولدرز فطروري ابقى عارف الستيك هولدرز احتياجاتهم ايه من الديتا هل محتاجين ريبورت معينة هل محتاجين تكنيكا الانفورميشن زي او شيء معين فلازم ابقى محدد الاحتياجات دي كلها وكاتبها في جدول وعارف انا هعمل ايه بالزبط العنصر التاني لما هبعت تقارير لازم ابقى عارف الفورمات بتاع التقارير ده ايه نوع الديتا اللي هبعتها هل هي تكنيكا ولا 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 ايه بالزبط فشيء طبيعا ان انا لازم ابقى عامل تحليل للكلام ده كله ايه هي المصادر او اللي هجيب منها الديتا الخاصة بمين هما الستيك هولدرز واوصلهم ازاي والكلام ده زي الارجنزيشن شارد الرام الستيك هولدر رجستر الستيك هولدر رجستر طبعا هناخده في الشابتر بتاع الستيك هولدر بحس ان انا بعارف مين هما الناس مين هما الستيك هولدرز مين هما الناس المسؤولة مين هما افراد الفريق اللي انا يعني محتاج ان انا ابعت لهم او اوصل لهم اي 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 او القنوات بتاعت الاتصال ده يعني احيانا بيجي عليه اسئلة في الامتحان بشكل معتاد هي عبارة عن ان انا لو عندي مجموعة مثلا زي ما احنا شايفين في الشكل العليمين مجموعة من التلات افراد ده بيتكون عنه تلات قنوات اتصال ناخد الاتنين اللي فوق مع بعض دول قنوات اتصال الراجل العليمين مع الراجل اللي تحت الراجل العشمال مع الراجل اللي تحت دول تلات قنواتين يبقى تلات قنوات اتصال توتل طيب لو كان عددهم اربعة لو كان عددهم اربعة هيبقى فيه ستة قنوات اتصال واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طيب فيه قانون او فورملا بتحدد لي او بتسهل لي ازاي ان انا اعرف الكلام ده لو في الامتحنسية الفورملا دي ممكن ان انا ارسمهم لو قال لي مثلا في عندي خمس افراد عدد الكمميليكيشن شانلز اللي ما بينهم تبقى كام ممكن ارسم الخامسة واعد ارسم الشانلز ما بينهم معدل الشانلز دي كام بس لو عارف الفورملا هيبقى افضل عبارة عن ان في ان ناس واحد على اتنين والان هي عدد الافراد فلو الافراد كانوا اربعة هيبقى اربعة فاربع ناس واحد اللي هي تلاتة يبقى اربعة في تلاتة باثناشر وارجع عقسم على اتنين يبقى ستة طيب لو كانوا خمسة خمسة فاربعة بعشرين على اتنين فيها العشر طيب الطول والتكنيك اللي بعد كده communication technology ضرورة بقى محدد ايه هي التكنولوجي اللي انا هستخدمها في communication هل communication بالهارد كوبي لترز بس ولا في ايميلز ولا في برنامج زي او بحس ان انا من خلاله يبقى فيه اه انتقال الانفورميشن او ترانسفير للداتا من خلال التكنولوجي دي اه بعمل مثلا طيب الميتنج دي هيبقى فيها اه بريزنتيشن مسلا باوربوينت سلايدز ولا مسلا هيبقى فيها فيديوز او صور او كده ولا الموضوع بس عبارة عن ورق موجود قدام قدامنا على ترابيس الاجتماعات وبنتكلم بس في الورق ده فلازم احدد ايه هي التكنولوجي اللي انا هستخدمها في الكمانيكيشن المختلفة على سبيل المثال لو انا محتاج ان في الاجتماع يبقى في حد مثلا معين يكون موجود وهو الراجل ده في مشروع بعيد على بعض مثلا مئات الكيلومترات مني طيب الراجل ده هيبقى معايا فيديو كونفرنس مثلا ولا الراجل ده مش محتاج ان يبقى معايا فده يعتمد على مدى يعني اهمية الشخص ده وتواجده هل التقنية نفسها متاحة ولا لا هل موضوع ارجنت ولا لا هل سهل ان انا اعمل موضوع الكمفرنس ده ولا لا فبالتالي يعني عناصر كتير فممكن نقول نياه التكنولوجي دبانس على الموقف نفسه او الطيب الطول والتكنيكي البعد كده اللي هو الكمانيكيشن موديل لو بصينا على الشكل اللي على يمين ده هيديني زي موديل كده ليه الكمانيكيشن بيتم ازاي انا عندي فيه سندر على اليسار ورسيفر على اليمين سندر هيبعت رسالة للرسيفر لما هيبعتها للشخص سواء كانت الرسالة دي سواء كانت كلام بيتال ريبورت بحركة عملها بجسمه مسلا ان هو حطي ادو في جيبه وحط رجل على رجل حاجة كده اه عمل اماءة بوشه اه برق بعنيه الكلام ده كله عبارة عن رسائل الرسائل دي وهو بيطلعها بعملها انكودينج بيشفرها بشكل معين وبعد كده بيوم جاي يرسلها للراجل المستقبل المستقبل بترسله عبر ميديم معين اللي هو الفراغ مثلا اللي قدامنا لو احنا بنتكلم يبقى الميديم الهوى اللي ما بيننا ده فبالتالي وانا مثلا بعمله اماءة معينة حد كان واقف بني وبينه فما فهمش اصدقاوي مثلا وحد كان بيعدي حاجة شغلته او انا بكلمه في الهوى المفروض الصوت يوصل له كان حواليه دوشة فبالتالي الدوشة دي ممكن تبقى عبارة عن نويز ممكن نسميها ان هي ضوضاء فالضوضاء دي او النويز ده خلى انه هو ما يفهمش الرسالة اللي انا مشفرها كويس او انا مثلا ايه بحط رجل على رجل قدامه وهو بتاعه بيفهم ان لو حد حط رجل على رجل قدامي ده معناه انه هو يعني بيسخر مني او بيتكبر علي فالرسالة وصلت له غلط فده ممكن يبقى برضو يعني اللانجويتش ممكن ان هو ايه مش معتاد على لكنة مسلا معينة سواء الانجليش او الامريكان فبيمعتاد على حاجة او حاجة تانية لأ ففهم الرسالة بشكل خطأ فبالتالي هي دي عملية الكمونيكيشن اللي انا مثلا سندر بعمل انكود للمسيج بتاعتي انا عندي حاجة عايزة اوصلها في دماغي للشخص الاخر عملتها انكودينج انكودينج تشفير سواء ان انا اتكلمت فتلعت على شكل او كتبتها على كلام او على اماءة او حركة عملتها بالجسم او كده او يعني اي طريقة من طريق من طرق التشفير وانتقلت في الميديم زي ما قلنا وبعد كده الشخص اللي قدامي بقى الريسيفر عمل لها فهم المسيج اللي انا بعتها له فاستوعب الامر نفسه طيب بعد ما فهم المفروض انه هو يدي كمان اكنولج زي لما كان بيبقى فيه مسلا فاكس وبتبعته ويبعت يقول لك اه خلاص ده فيه ريسيف او ان انت لما بتجي تبعت ايميل من الاوتلوك مثلا بتقول له عايز ان لما الشخص يوصله الرسالة اعرف انها وصلته او كمان اعرف فتحها ولا لا فبالتالي ده يبقى ممكن نسميه اي اي اكنولج ريسيبت ان انا بدي له اعلام او بعرفه ان هي فعلا الرسالة انا استوعبتها او حتى في الكلام في الكونفرزيشن العادي انا بخاطب مسلا واحد عندي في التيمز في التيم واحد من التيم ميمبرز وبقول له اعمل كذا 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 وحسيت انه ما فهمش فبقول له طيب انت انت فهمت الموضوع يقول لي اه فهمت انا هعمل واحد او ثلاثة فاقول له ايوه تمام كده يبقى مظبوط عطاني كده اكنولج للرسيب وكاتب لي هنا الاكنولج ده مش شرط انه يكون معناه اجري منت ممكن انه بيقول لي خلاص اوكي انا استلمت رسيف للمسيج بتاعتك خطاب متقدم لي وحطت عليه ختم رسيف ده مثلا فده مش معناه انه موافق لا انا خدته بس معناه انه استلمته وهارد عليك لسه الرد مثلا المنطقي او الرد السليم after understanding the message receiver transmits feedback او response طبعا مش شرط على حسب فيه احتياج ولا ممكن انه يفهم الموضوع مش لازم انه كمان يدي feedback وممكن لا انه يكون بيدي feedback لو الشخص بيسأله على حاجة لو السندر كان بيسأل او بيستعلم على الشيء فالرسيفر بيفهم الموضوع وبيبدأ ان هو يرد عني هنا بعض النوتس كده بيقول لي ان فور افكتف كومنيكيشن السندر آآ شود اس فور feedback and receiver شود انكود مسج كيرفلي اللي كنا تكلمنا عنها فوق وقلنا انه فعلا ضروري ان السندر مش بس ان هو يبعت الكلام بس كده او يقول المدير المشروع يكلم الشخص من ويقول له الكلام وبس لا يتأكد كمان انت فهمت هتعمل ايه ولا لا وخاصة مسلا من الاسئلة اللي شائعة انه هو واحد بيكلم واحد مسلا والدنيا ده وحوالين الشخص التاني هو في مصنع ولا في موقع ومش فاهم بشكل كويس فالمدير ما يكلمهوش ويقول له اعمل واحد دين ثلاثة وينتظر خلاص ان هو هيعمل يعني لا ممكن يبقى الصوت الدوشة اللي حواليه ده يخليه ما يعرفش فعلا يفهم هو المفروض يعمل ايه ودوره ايه طيب ايه الحل في حاجة زي كده افضل حل ان انا اقول له معلش طيب لو فهمت معلش بس تكرر لي او تقول لي انت هتعمل ايه بالزبط عشان اعرف بس انك فهمت فيبدأ انه يكرر ويقول انا هعمل واحد دين ثلاثة فاتأكد فعلا ان هو فهم فضروري فعلا ان السندر يبقى يسأل على فيدباك من الريسيفر والريسيفر يفهم الرسالة بشكل كويس ويكون حريص ان هو يفهمها يبقى بيقرد الخطاب وهو بيركز يبقى بيسمع او بيتابع اسلوب الشخص اللي بيتكلم لان الاسلوب مش بس عبارة عن الكلام لا كمان التعبيرات الوجه اللي موجودة اللي بتسهل فهم الكلام احيانا ممكن نقرأ خطاب او ايميل ما نفهمهوش مثلا بشكل قوي لكن لما يكون الشخص قدامنا وبيتكلم وبيعبر بوشه بيبقى فيه تبادل اعلى من الاسليب التواصل سواء بالتعبيرات الوجه او ان هو يبقى فاهم انا عايز اقول ايه او حاسس بتعبيرات وشي فبالتالي يقدر يوصل لي الموضوع بشكل احسن ممكن افهم ان واحد بيسخر مني مثلا مع ان هو في العكس ده هو عمال بيمدحني فلو انا وجه الوجه معاه هفهم بشكل سهل جدا هو عايز يقول ايه لان التعبيرات الوجه الشخص اللي بيمدح غير الشخص اللي بيسخر غير الشخص اللي غاضب غير الشخص اللي زعلان او حزين او فرحان وهكذا فاقدر افهم بسهولة اللي جوه الموضوع ايه على عكس لو كان الموضوع كلام سولد بس صامت فببقى معتمد فقط على الصياغة نفسها هل كانت جيدة ولا لأ ولا ضعيفة بحيث ان هي ما تفاهمنيش وهنا بيقول لي ملحوظة ان 55% من الكمونيكيشن تعتبر nonverbal او بسميها mannerism يعني تعبيرية فقط nonverbal يعني خاصة بالتعبيرات يقصد ان هي لا هي مكتوبة ولا هي شفاوية لا ده هي مجرد بس ايماءات بالرأس ابتسامة هز الرأس مثلا رفع الحاجب وكذا يعني pitch and tone of voice اللي هي بسميها الparalingual او نجمة بتاعت الصوت النبرة بتاعته حدته اه في ضحك في الموضوع في غضب في الموضوع ده لا شك انه هو بيساعد على انه هو يوصل الرسالة الطول اللي بعد كده الكمونيكيشن ميثود عندنا ثلاث انواع من الكمونيكيشن يا اما انتر اكتف يا بوش يا بول الانتر اكتف كومونيكيشن زي بالزبط الاجتماع مثلا ميتنج او المحادثة وجها الوجه او المكالمة التليفونية هي عبارة عن ان انا بقول حاجة والشخص التاني بيرد علي وهكذا في حوار متبادل فبالتالي هي الموست افشيينت الموست افشيينت هي الانتر اكتف كومونيكيشن النوع التاني البوش كومونيكيشن انا عايز ابعت انا الرسالة للناس وما فيش انتر اكتف كومونيكيشن ما فيش تواصل يعني متبادل ما بيني وما بينهم فبالتالي انا بس بصدر الرسالة برسلها بدفعها فزي مثلا الليتر اللي ببعثه لحد الايميل الفاكس الريبورت انا بحط الداتا جواه وبعمله بوشينج للشخص المعين في نوع تاني مشابه له بس بالعكس اللي هو البول كومونيكيشن انا بدل ما بدفع الرسالة او ببعثها للشخص بخلي الشخص هو اللي يسحب الرسالة هو اللي يجي ياخدها زي ان انا يبقى عندي ويب بيج معينة او بي ام اي اس بروشيك مانيجبينت انفورميشن سيستم وحط عليه انا الداتا وخلي الناس هي اللي تسحب الداتا منه يعني مثلا التكنيكال ساب متلز المعتمدة رفعتها عليه فبالتالي المهندسين اللي في المواقع عايزين ان هم يبقوا عارفين ايه الدروينج ايه اخر شوب دروينجز مثلا معتمدة فيدخلوا على المكان اللي بيبقى فيه الكلام ده ويعمل بولينج للداتا يسحب هو الداتا بنفسه نفس الشيء موضوع الفولدرز اللي بتبقى شير ده على النتورج انا برفع عليها مثلا معلومات معينة والناس هي اللي بتدخل وقت الاحتياج لما بيحتاجوا المعلومة بيدخلوا على الفولدر ده وياخدوا منه الملفات فده يعتبر برضو اكزامبل ليه البول كومونيكيشن الاوتبوت عندي من البروسيس دي هي الكمونيكيشنز مانجمينت بلان البلان او الخطة اللي بتقول لي انا هبعت ايه لمين او هتواصل ازاي مع مين ومين هيقدي ايه وكل فترة ادي ايه والفريكونسي بتاعها يعني كل اسبوع كل يوم كل شهر وكزا زي مثلا الريبورس معينة المفروض ان هي تتبعت شهريا فهقول what need to be communicated report monthly report why عشان مثلا نعمل informing لداتا معينة او عشان هو احد شروط العقد بينهم بتوين البرتي دي والبرتي دي best method for communicating اننا هارسله report عن طريق الماس او عن طريق formal letter او الاثنين responsibility for sending في شخص معين منوط بالresponsibility ده هكتب اسمه when and how often when في نهاية كل شهر how often monthly مثلا وهكذا بقى لو بعمل meeting مثلا بتاعت follow up انا what need to be communicated برضو هكتب الغرض تاع الميتنج ونفس الحكاية بقية البيانات واحط responsibilities وان هي مثلا بتاعها ان هي weekly او bi weekly او monthly وكذا طبعا ما نقدرش يعني ان احنا نقول ان هو ده الفورم الوحيد الجدول ده هو ده الفورم الوحيد لcommunication management plan لا شك ان انا لو في اعمدة معينة انا شايفها غير ضرورية عندي او في اعمدة تانية انا مضطر ان انا ازودها عشان يعني كل تقبل معي ان هي فعلا تبقى في الجدول ده واحيانا ممكن ان انا في حاجة معينة اجا لقي ان عمود مش نافع لبعض انواع الcommunication فهكتب ان هو هنا يعني ما فيش مسلا responsibility for sending ما فيش حد مسلا على sending لا دي حاجة بس يعني مش هيبقى فيها انتقال مسلا هي هيبقى فيه مسلا معين لكن مش هيتبعت عنه حاجة ما ان مفروض بيبقى فيه minutes of meeting يعني بس فرضا يعني ان هي ايه حاجة مش applicable فهكتب ساعتها ان هي not applicable للشكل ده اللي اقصد اقوله ان هي customized اقدر ان انا عملها تيلورينج او تفصيل بالشكل اللي انا عايزه ازود اعمدة اغلل اعمدة على حسب الحاجة اللي انا شايفها فيها احتياج بس وبكده نبقى خلصنا البروسيس الاولى plan communication management موسيقى موسيقى